إلى مستجدات الحالة الصحية للطالب شاهين البشر الذي تعرض لحادث داس من قبل سيارة الأطعمة قرب سور مدرسته فقد أجريت له عملية اليوم في الفك والوجنتين لعلاج الكسور الناجمة عن الحادث فيما طالب محمد البشر والد شاهين الإدارات المدرسية بتكثيف الرقبة على الطلبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حامد النبهان هكذا هو حال الطالب شاهين البشر في عامه الدراسي الأول بعد تعرضه لحادث داس من قبل سيارة نقل الأطعمة داخل أسوار مدرسته عبدالله عبداللطيف العمر وبعد أسوار فريق الرأي لذويه عن حالته الصحية أجاب جده لأمه فوزي العسلاوي بأن شاهين يعاني من ضربة في الرأس وكسور في الفك والأطلاع إضافة إلى نزيف في الأذن إلا أنه توقف بحمد الله مشيرا إلى أن حالته لا تزال حرجة بشكل عام حتى هذه اللحظة ولا يزال أيضا في غيبوبة العسلاوي أبلغ الرأي بأن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي قد زار شاهين للإطمئنان عليه وقال لهم بأن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في هذا الحادث المأساوي كما أضاف العسلاوي بأن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أكد متابعة سمو رئيس مجلس الوزراء شخصيا للحالة ونوه العسلاوي أيضا إلى أن الوزير الصباح أطلع والدي شاهين عن حالته الصحية بالتفصيل متعهدا بتسخير كل الإمكانات الطبية لعلاج الطالب بما فيها نقله إلى الخارج متى ما سمحت حالته الطبية بذلك وحيال حالة الأسرة النفسية أشار العسلاوي إلى أن والدة شاهين تعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة الحادث لابنها البكر خاصة وأنها حامل في الشهر السابع حاليا من جهته طالب محمد البشر وعلى شاهين الإدارات المدرسية بضرورة تكثيف الرقابة على الطلبة في المدارس لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحوادث كما طالب أيضا باستمرار قرار الوزارة بمنع دخول مثل هذه السيارات إلى أسوار المدارس يذكر أن الطالب شاهين البشر قد أجرى عملية اليوم في الفك والوجنتين في محاولة لعلاج الكسور الناتجة عن الحادث كاميرا الرائي لم تستطع أخذ لغاءة تلفزيونية مع ذوي الطالب شاهين البشر نظرا للحالة النفسية التي يمرون بها إلا أنهم أكدوا للرائي على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الإدارات المدرسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تعرض حياة الطلبة إلى الخطر حمد النبهان الرائي